قبل عشرين عاماً، عندما كنا مجرد طلاب جامعيين في الكلية، علمتنا أستاذتنا في علم نفس درساً، لن ننساه أبداً. في اليوم الأخير من الفصل قبل التخرج، صعدت على خشبة المسرح لتدريس درس أخير، والذي وصفته بأنه درس حيوي في قوة المنظور والعقلية، حيث رفعت كوباً من الماء فوق رأسها. توقع الجميع منها أن تذكر الاستعارة المعتادة، نصف كوب فارغ أو نصف كوب ممتلئ. بدل من ذلك سألت أستاذتنا بابتسامة على وجهها، ما مدى الثقة لكوب الماء هذا الذي أحمله؟ صاح طلاب بإجابات تروحت ما بين بضعة أنسات إلى بضعة أرطال. بعد لحظات قليلة من الاستماع للإجابات والإيماءات برأسها، قالت من وجهة نظري، الوزن المطلق لهذا الكوب غير مهم. كل هذا يتوقف على المدة التي أرفع فيها الكوب. إذا رفعته لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق، فهو خفيف إلى حد ما. إذا أمسكت به لمدة ساعة متواصلة، فقد يؤدي وزنه إلى شعور بألم وخدر في ذراعي. إذا رفعته لمدة يوم كامل، فمن المحتمل أن تتشنج ذراعي وتصاب بالخدر والشلل التام، مما سيجبرني على إسقاط الكوب على الأرض. في كلتا الحالتين لا يتغير الوزن المطلق للكوب، ولكن كلما حملته لفترة أطول، زاد شعوري بالثقل. وتابعت، مخاوفك، إحباطاتك، خيباتك، وأفكارك المجهدة تشبه إلى حد كبير كوب الماء هذا. انشغل بها لبعض الوقت ولن يتغير شيء. فكر فيها لفترة أطول قليلا، وستبدأ في الشعور بألم ملحوظ. فكر فيها طوال اليوم، وستشعر بالخدر والشلل التام، ولن تكون قادرا على فعل أي شيء آخر حتى تسقطها. ترجمة نانسي قنقر